لا شك أن هناك تفاؤل في الشارع اللبناني على اعتبار أن الزيارة ميقاطي إلى باريس تأتي بعد انعزال فرضه اللبنانيون على أنفسهم خلال حكومة حسان الدياب وما سبقها من تعطيل وما تبعها من تعطيل بعد استقالة رئيسها والوزراء كان هناك يعني انعزال عن العالم باستثناء طبعا المفادين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي الذي أبدى حرصا مكررا وفي مرات متتالية على إنقاذ لبنان أو محاولة إنقاذ لبنان في حال كانت هناك جدية لدى المسؤولين اللبنانيين للمضي في تنفيذ إصلاحات مطلوبة ومشروطة من المنحين من الصناديق الدولية التي يمكن أن تساعد لبنان على النهوض أو التخفيف من تداعيات الانهيار الكبير طبعا بانتظار عودة ميقاطي إلى لبنان وإطلاعه رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى فرنسا اللافت أن ميقاطي الذي نال الثقة قبل ثلاثة أيام بدأت تصله تباعا دعوات لزيارة عواصم عربية ودولية عدة وتلك إشارات واضحة إلى أن المجتمع الدولي بدأ فعلا يلتفت مجددا إلى لبنان وإن وعد بأنه مستعد لمساعدة اللبنانيين إلا أنه في كل المرات وفي كل التصريحات أكانت مكتوبة أو مصربة أو مسربة لوسائل الإعلام فأن هناك شروط دائمة مرفقة بهذه المواقف الداعمة بأن يثبت المسؤولون اللبنانيون مضيهم قدما وجديتهم في تنفيذ الإصلاحات الإصلاحات كثيرة ومعقدة ومسارها طويل لكن اللبنانيون يترقبون ما إذا كانت هذه الحكومة التي تمثل القوى السياسية أو اتلاف القوى السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة قادرة على تجاوز اختلافاتها التي أسقطت مرارا عددا من هذه الإصلاحات هل هي قادرة على تجاوز هذه الاختلافات والمضي فعلا في تنفيذها طبعا الامتحان سيكون عبر الوقت بانتظار ما ستصفر عنه الجلسة الأولى التي يفترض عقدها الأسبوع المقبل لحكومة نجيب ميقاتي نعم شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوي كانت معنا من بيروت اشتركوا في القناة